موسيقى كتب في الاقتصاد أهلا بكم مشاهدين والبداية دائما بجريدة الاقتصادية الأولى والتي كتبت في افتتاحياتها إذا ركزنا في عنوين المائة والثمانين توصية التي تكللت بها ورشة لقاء الحكومة واللات فإننا نستنتج مباشرة بأن كرة التنمية الحقيقية المنشودة حاليا هي في ملعب الولات كخارطة طريق جديدة لمواصلة مصاري التنمية المحلية بشكل واثق ومستدام ويضيف المقال إن التعليمات التي أسداها الرئيس تندرج في إطار استراتيجية دعم التنمية المحلية وتعزيز الديناميكية الاقتصادية بشكل يسمح بأن تكون رافدا حقيقيا للتنمية الاقتصادية فمراجعة قانوني البلدية والولاية يهدف إلى جعل الولاية والجماعات المحلية فضاء للإنتاج وخلق الثروة وتحديد صلاحية الولات ودعمهم بقانون أساسي سيدخل حيز التنفيذ من بداية العام القادم بهدف جعل الوالي المحرك الأول لدوليب الإنتاج والفاعل الأساسي في الحركية الاقتصادية المحلية وفي نهاية المقال تقول جريدة الاقتصادية الأولى لا عذر للوالي بعد الآن إذا فشل في قيادة قاطرة التنمية في ولايته في السياق ثمن الخبير الفلاحي بخلف لعلى في تصريح خص به الاقتصادية الأولى فيما يتعلق بالقرارات الهامة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية خلال اجتماعه بالولات فيما يخص قطاع الفلاحي واصفا إياها بالقرارات الإيجابية والمشجعة لأن غالبيتها تهدف لتقليص المبالغ الباهدة المخصصة لاستيراد الحبوب والمقدرة بثلاثة ملايير دولار ودعم الإنتاج المحلي حيث ارتكزت استراتيجية الرئيس في رفع سعر القنطار الواحد إلى ستة ألاف دينار جزائري وبالنسبة للقمح الصلب فرفع بستة ألاف دينار جزائري والقمح اللين بخمسة ألاف دينار جزائري والشعير والخرطال بثلاثة ألاف وأربعمائة دينار جزائري مؤكدا أنها أسعار شجعت المزارعين والفلاحين ومن جهته أوضح مونيب أوبيري رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين في تصريح خص به الاقتصادية الأولى أوضح أنه يجب استرجاع العقارات الغير المستغلة وتجنيد كل من الفاعلين والهيئات المحلية ومتابعة مختلف الزراعات وتطويرها رفقة السلطات الفلاحية وصولا إلى إعطاء معطيات دقيقة وتحضير قاعدة صحيحة لمباشرة الانطلاق في هذه المرحلة مع تصحيح كل من النقائص والتجند من أجل رفع قدرات المنتوج المحلي خاصة شعبة الحبوب والاستغناء عن استيرادها نهائيا والعمل لتحقيق مرضودية مقدرة بتسعة ملايين طن سنويا في موضوع آخر أكد المدير العام للطرق السيارة محمد خالدي في حديث أجرته معه جريدة المساء أن الشروع في نظام الدفع بالطريق السيار سيدخل حيز الخدمة بمجرد الانتهاء من أشغال المنشآت التي يتطلبها هذا النظام والتي من المنتظر إتمامها مع نهاية السنة القادمة 2023 وقال خالدي إن تجريبا نظام الدفع سيتواصل على مدار ستة أشهر قبل دخوله الخدمة بشكل رسمي بقناعة أن تطبيقه على مستوى الطريق السريع عملية جديدة لم يسبق للجزائر العمل بها وهي عملية صعبة ومعقدة تستدعي وقتا كافيا للتكفل بكل جوانبها التقنية بهدف إنجاحها وذكر المصدر ذاته أن نسبة إنجاز المشروع بلغت 70% ومن المنتظر لانتهاء منها مع نهاية السنة القادمة مؤكدا أن تطبيق هذا النظام لن يكون مباشرة بعد الانتهاء من الأشغال لأن هذه العملية تتطلب مرحلة تجربية لتأكد من فعالية النظام وكل تجهيزاته ومنح السائقين فترة زمنية للتأقلم مع هذا التحول ولم يكشف المدير العام للطرق الصيارة عن المبلغ الذي سيدفعه مستعمل الطريق الصيار إلى أنه أكد عن تسعيرة الكيلومتر الواحد ستكون في متناول المواطن الجزائري وأضاف أن المشروع سيسمعه بمجرد دخول الخدمة توظيف حوالي ألفي عامل للصهر على هذه العملية في مختلف مراحلها سواء على مستوى نقاط مراكز الدفع أو مراكز الصيانة وتفاصيل أكثر تقرؤونها بصفحة الرابعة من الجريدة في ملف الطاقة كتبت جريدة الشروق اليومي تقريرا تقول في مستهله أن أسعار النفط سجلت تراجعا مخيفا في الأسابيع الماضية ونزلت مستويات الخام في تدولات الاثنين إلى أدنى مستوى لها منذ جانفي الماضي أي قبل اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية وفي هذا السياق أفاد المحلل والإطار الأسبق بسوناتراك مراد برور للجريدة بأن السوق البترولية تميزه المضاربة والأسعار تصمت وتتراجع وهذا يتوقف على الإشارات التي يتلقها السوق وأوضح المحلل ذاته أن وضعية السوق الحالية المتسمة بنوع من التوازن يمكن أن يصيبها اختلال في الأشهر القادمة لأن هناك احتمالية لفقدان الحصة الروسية من العرض والمقدرة بـ 4.5 مليون برميل يوميا وهو أمر واجب أخذه في الحسبان من جهة أخرى يعتقد برورنا الإجراءات الصينية التي تتكرر من حين لآخر وإغلاق مدن ومناطق صناعية بسبب كوفيد-19 إضافة للأزمة العقارية في هذا البلد كان لها تأثير في تراجع أسعار النفط وتعزيز المخاوف من تراجع الطلب في السياق أفادت رويترز أن أسعار النفط ارتفعت اليوم الثلاثاء بعد أن هابطت إلى أدنى مستوياتها في 9 أشهر في اليوم السابق على خلفية مؤشرات على أن تحالف أوبيك بلاس قد يسن تخفيضات للإنتاج لتجنب المزيد من الانهيار في الأسعار وارتفعت العقود الآجلة لخام برينك لتسوية نوفمبر إلى 84.71 دولاراً للبرميل بحلول الساعة الخامسة صباحاً بتوقيت جرينج وارتفعت أيضاً العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لتسليم نوفمبر إلى 77.35 دولاراً للبرميل ووكالة اقتصاد الشرق مع بلومبرغ تكتب تدفع أزمة الطاقة التي تجتاح أوروبا المستهلكين إلى العثور عن حلول على بعد ألاف الألميال ألا وهو البطنيات الكهربائية القادمة من الصين وتشير بيانات التصدير إلى طفرة عززت طروات شركة تصنيع هذا النوع من البطنيات مثل شركة UTK Technology ومقرها Shenzhen وهي شركة منتجة وبائعة للبطنيات على موقع التجارة الإلكترونية المشهور علي بابا مما يؤكد أن الطلب قد وصل إلى هذا المستوى أو أن الطلب وصل إلى مستوى غير مسبوق هذا الشعر ويضيف هذا التقرير وحسب توقعة Goldman Sachs بارتفاع أسعار الغاز في أوروبا لمستويات قياسية زادت الاستفسارات اليومية من المشترين الأوروبيين بمقدار خمسة أضعف ويطلب معظم الناس شحنا عاجلا حيث تتوقع الشركة تسليم أكثر من عشرة ألاف بطنية إلى القارة في الشهر المقبل في موضوع آخر كتبت أو كتب موقع العربي الجديد أن الدوحة بدأت الاستعداد مبكرا لتوفير جميع متطلبات المعيشية لزوار كأس العالم 2022 في مقدمتها تأمين أسواق الغذاء للمشجعين المرتقب أن يصل عددهم إلى ما يقرب من نحو نصف عدد سكان قطر ويأتي ذلك في ظل اقتراب استضافة الدوحة لبطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا 2022 بعد أقل من شهرين وتستمر لغاية الثامن عشر من ديسمبر المقبل المصادف لذكرى اليوم الوطني القطري ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جيانيان فانتينو وصف في تصرحة تلفزيونية من نيويورك على هامش أعمال الدورة السبع والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة أن البطولة ستكون الأفضل في التاريخ من واقع التحضيرات القطرية للحدث وفكرة إقامتها في المنطقة العربية واكتمال جاهزية قطر لاستقبال بطولة العالم إلى هنا نصل إلى ختام جولتنا نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة في أمن الله اشتركوا في القناة